ثلاث شهور ما بينها طبعا اللعيبة المنتخبات بالسفريات مع المنتخبات ببطولة أفريقيا للنادي الأهل بيخد فيها مباريات خارجية في أفريقيا وبيرجع تاني عشان يقعد يومه التاني ويلعب مبارات الدوري الحقيقة عملية مرهقة جدا 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 وأكبر دليل على كده كمان روي بيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري كمان طلب تأجيل المباراة بتاعت يوم 2 يناير عشان هو حاسس حاسس باللعيبة وحاسس طبعا الأمور عشان لعبة الأهل مخصوص تحديدا لأن الأمور صعبة جدا جدا والجزء المهم اللي الناس لازم تعرفوا أن النادي الأهل ما بيخدش أي بطولة مطالب بالفوس فيها ومطالب بالأداء الجيد فيها فالناس ما تزعلش وما بنعتذر على كسر ربطة لأن احنا الحقيقة يعني نص فرقتنا 3-4 فرقتنا في المنتخبات عندنا لعيبة مصابة حتى الولاد في 2005 عندهم الدور بتاعهم فأنا اعتقادي كان طلب مشروع جدا جدا للنادي الأهلي وأتمنى طبعا من يعني رابطة الأندية أنا تستجيب للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي دايما هو زي ما بيقولوا كده الترطاية بتاعت أي بطولة موجودة فوصولهم إن شاء الله أنا حتى كنت اتكلمت مع الأستاذ جمال جبر البيع ساعتوصل للأمارات يوم 23 بالليل يعني تقريبا الساعة 2 بالليل فعندك يوم 24 دوت اللي هو اليوم اللي قبل المباراة هتلحق تقعد إمتى وحتلحق تعمل استشفى إمتى 25 مباراة 25 مباراة عندك مؤتمر صحفي اللي عيبة بتروح مؤتمر صحفي مع الموديل الفني يعني الاستعداد برضو الحقيقة لازم على الأهلي يدينا نفس وزي ما بقولك كل ده ليه لأن النادي الأهلي مش عايز يخش يعني الحقيقة قدام فرق السرميكو أعتقد بقى لا أسبوعه هناك يعني عملت قريبا فترة أعداد هناك لكن مش دي القصة القصة أنه هو لما النادي الأهلي بيخش بطولة مطالب أنه بيحصل عزي البطولة وأنا في رأي طلب مشروع جدا جدا للنادي الأهلي أتمنى يعني من رابطة الأندية أنها توافق علي الحقيقة الكلام اللي حاك قلته ده كلام رائع جدا ولكن خليني أقول لحدك آخر أسبوعين إيه اللي حصل تلعبت مطش الجمعة مع التحجد ثم الاتنين مع فلومانينزي خلي بالك المستويات أه طبعا أنا أتكلم على الشكل البدني والمجهود البدني أه طبعا فأنت لعبت الجمعة مع تحجد اتنين مع فلومانينزي بكرة هتلعب مع أروة الياباني يوم الاتنين من المفترض أن أنت هتلعب مع سلاميك كلوباترة طيب من الجمعة أنا بقول لحيك من الجمعة الاتنين هيحصل إيه الجمعة أنا كلعيب هخلص المباراة لازم أستنى مباراة التتويج وبعدين هروح حلاقي نفسي مش قادر أف عايز أاخد شوية استشفى هاخدهم تاني يوم مش حال هاخد الاستشفى في تاني يوم لأنه يا دوبك لازم أحضر حكتي لو هجيب لمرتي حاجة لو هجيب لبني حاجة في وسط كل هذه الأمور أنا رحت عملت عمرة ورجعت صحيح في وسط هذه الأمور كلها وفي هذه المباريات أنا رحت عملت عمرة ورجعت ما تقوليش أصل العمرة دي ما تعمل لا ما ينفعش ما حدش يقول أصل مش عارف لا ما ينفعش وحضراتكم عارفين احنا بنروح هناك أساسا عشان نتبرج بالعمرة فتروح تعمل العمرة وترجع في وسط كل هذه الأمور حضرتك يوم السابت زي ما بقولك كده محتاج استشفى طب ومحتاج تشتري حاجة لولادك محتاج تسافر محتاج تسافر وحتسافر للساعة 2 بالليل هتوصل الحد الصبح أو يعني هتنام الحد الصبح هيبع عندك الحد والتنين مباراة هل من الممكن أن يلعب لاعب طبيعي طبيعي جدا أنه يلعب يوم التنين مباراة جيدة ويطالب بالمكسب فيها أو يبقى مطالب بالمكسب فيها على الجانب الآخر زي ما كابتن هاني قالكم نبنتكلم فيها بعد حلقة مبارح سراميك يا كروباطرا ومعهم مدير فني رائع ومعهم مجموعة جيدة وفريق جيد وكل حاجة عنده قاعد في الإمارات بقاله أسبوع أنا لا أعيب على الراجل بيستعد الراجل بيستعد وعايز يكسب بالمناسبة وبالتالي أنا رايح ألاقي فريق قوي ولازم أتكلم في هذا الأمر دلوقتي نهاردة لأن أنا ما عنديش فرصة تالية أتكلم في هذا الرامع عن فريق قوي أو فريق ضعيف أنت الفير بلاي وده دايماً بنتطلبه يعني خلينا يبقى فيه شوية تقدير للنادي الأهلي وما يقدمه النادي الأهلي المصر والأفريقيا والحيان والله يا كابتن هنا أنا معايز أقولك نحكي مع بعض أنا وإنت كل يوم مثلاً من الجمعة اللي فاتت كان ممكن الدنيا عاملة إزاي يعني أنا ممكن أقولك الجمعة المطش السبت عملوا إيه الحد عملوا إيه الاثنين المطش طب التلات حضرتك عارف السكة أنا عارف السكة وخلي بالك هو المبين المباراة وما بعد المباراة ده فيه شغل كتير جداً احنا مش حاسين به يعني بعد المباراة حتلاقي الفرقة يوم المباراة نفسها بعد المباراة بتخلص الناس اللي متلعبش بتبدأ تتمر تاني يوم فيه صحيان بدري الفطار وبعدين فيه استشفى وبعدين تبدأ تتمرن تاني عشان المباراة اللي بعدها تقريباً بـ 24 ساعة والعمل التحضير أصلاً بيبقى صعب جداً التحضير للمباراة اللي بعدها بيبقى صعب جداً يعني إزاي أنت بتحضر المباراة أولاً مطالب المدير الفني أنه يتفرج على المباراة اللي تلعبت ويشوف الأخطاء ويحل الأخطاء وتاني يوم لعليه أنه يعمل استشفى ولازم يدرب اللعيبة اللي ما لعبتش عشان يبقى المستوى البدني إن اللي بدلك عليك حق لا الموضوع صعب جداً الحقيقة وأن الناس اللي بتتكلم هو النادي الأهلي ليه هو دايماً اللي بيشتكل إن النادي الأهلي هو أكتر فرقة بتلعب بطولات على مستوى أفريقيا خلي بالكم مش على مستوى مصر بس يعني ما تلاقيش فرقة في أفريقيا كلها بتلعب كم بطولات على المستوى المحلي والمستوى القاري والمستوى العالمي إلا النادي الأهلي وبالتالي طبيعي جداً نحن عايزين نأجل المباراة 24 ساعة على الآن اللي بس نأخذ نفسنا ونحضر نفسنا بشكل كويس أنا مع حضرتك أتمنى أن يستجيب التحكرة القدم ورابطة الأندية لهذا التأجيل اللي أعتقد أن سيراميكا كلوباترا لن يمانع في هذا الأمر لأنه في النهاية إحنا بنتكلم عن بطولة لمصر كلها الناس كلها بتستفيد من وجود النادي الأهلي بتستفيد من وجود بيرميدز بتستفيد من وجود سيراميكا بتستفيد من وجود مودرن فيوتشر وبالتالي إحنا كلنا مستنين يا جماعة أن حضرتكو تقبلوا بهذا الأمر لعبة الأهلي دي يا جماعة حرام عليكم والله العظيم تلاتة حرام هتقول لي ما هم بياخدوا فلوس يا جماعة حرام عليكم محدش يقولي الكلام ده يعني هنا بقى وخاطب لأننا كنت بتكلم مع حد قال لي الكلمتين دول النهاردة مسؤول يعني مش عايز أقول فين عشان ما يبقاش الدنيا واضحة لأنه بالفعل يجب أن يكون هناك راحة يعني الناس دي لازم تستريح الناس دي لازم تستريح خلي بالك اللي انت بتقوله ده مهم ليه سواء للنادي الأهلي أو لمنتخب مصر يعني عندنا سبع طبعا طب هو ليه أجل اثنين يناير وعلشان هو حاسس أن اللعيبة تعبانة جدا فالموضوع كله أن انت كمان التأثير البدني على منتخب مصر ما احنا لازم بنبص للنحيتين اه بنبص طبعا للنادي الأهلي لكن كمان بنبص لمنتخب مصر الحقيقة لما لعبة النادي الأهلي تروح ست سبع لعبة اعتقد ما فيهاش قصة يا كابت ان ما يبقى يوم من الاتنين للتلات ما اعتقدش انا شايف الموضوع سهل يعني انا من وجهة نظر الموضوع مش صعب جدا استجابتان طبعا لطلب النادي الأهلي المشروع جدا اتمنى ان شاء الله ربطة الأندية تستجيب وعلشان كمان شكل البطولة يكون مناسب لإسم مصر ده مهم كمان جدا حي انك تعمل بطولة في الامارات اكيد الجانب التسويق مهم جدا وجود النادي الأهلي موجود وفرق كبيرة موجودة فالحقيقة كمان على المستوى الفني اللي يتقدم قدام الجماهير سواء جماهير النادي الأهلي او امام الجماهير العربية تكون ان شاء الله بطولة لها قيمة لها value على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيم اكيد يجب ان يكون هناك وقفة في هذا الامر الاجهاد الواضح على لعبة النادي الأهلي لن يستفيد منه المنتخب الوطني وانا الحقيقة اذا كان هناك من يستحق الشكر في هذا الامر فانا بشكر فيتوريا الحقيقة ان هو طلب تأجيل مباراة يوم اثنين يناير لانه اللعبة دي هترجع كان من المفترض انها تلعب يوم اثنين يناير تخير حضرتك كمان يعني الموضوع كان صعب جدا موضوع صعب جدا ممكنت جدا تلعب يوم الاثنين او الثلاث وتلعب يوم الجمعة او السبت اعتقد معرفش طبعا انا مش راجل بتاع تسويق مش راجل بتاع معرفش الناحية التسوقية هتبقى عاملة ازاي ولكن اعتقد ان لما النادي الاهلي يلعب بشكل مميز ضد سرميك كلوباطر والاثنين يعملوا مباراة جيدة صحيح وتبقى الدنيا كويسة اعتقد الامور هتبقى كبيرة جدا والامور هتبقى الناحية التسوقية فيها جيدة جدا عشان كده بنقول لحضراتكم من فضلكم لاتحاد كرة القدم ورابطة الاندية يجب ان يكون هناك بيان مشترك للوقفة مع النادي الاهلي لان النادي الاهلي هو من يمثل مصر في كاس العالم للاندية النادي الاهلي وسراميكا ومودرن وبيراميدز بيمثلوا مصر في كاس السوبر المصري او كاس الابطال المصري اللي هيتلاقى في الامارات العربية المتحدة وبالتالي يجب ان يكون هناك وقفة وما اعتقدش ان حد من الاربع فرق لن يوافق على تأجيل هذه انا لا اتدخل في الثلاث فرق الاخرى ولكن انا يعني اعتقدش اعتقدش لان كل الناس متفهمة الكلام ده كويس قوي واعتقد انها كمان ان شاء الله ما تأسطرش على عملية تسويقية لان النادي الاهلي كده كده موجود يكفي وجود النادي الاهلي في اي مكان الحقيقة للعملية التسويقية وبالعكس ده بنده بنده مساحة مش للنادي الاهلي بس لكل الفرق انها تقدم ان شاء الله نسخة جيدة لأول بطولة بالشكل الجديد السوبر مصري بشكله الجديد يكون في احسن صورة على المستوى البدني وعلى المستوى الفني ويعني نظهر بصورة جيدة امام الشعب الامراطي والدول العربية وامام طبعين كل الفرق المتواجدة هيكون الحقيقة مكسب كبير جدا 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 فزي ما بقول وتاني بعيد مش عشان الناس بتقولك هو الاهلي على طول بيطالب ان يتأجل هو الاهلي علشان بقولك لعب سبع بطولات في ثلاث شهور سبع بطولات مختلفة في ثلاث شهور بجانب اشتراك لعبته مع المنتخب على سواء بقى المنتخب التونسي او المالي ومنتخب مصر تقريبا كل لعبة النادي الاهلي لعبة دولية فلك انت تخيل المسافات المقطوعة ما بين المباريات الاجهاد الكبير جدا في المباريات وتاني نقطة مهمة جدا الحقيقة كبير جدا جدا ومن ان شاء الله بإذن الله كل الامور تمشي على خير يا رب ان شاء الله ويا رب يا رب يكون هناك استجابة لمطلب النادي الاهلي المشروع مطلب النادي الاهلي مش هيكلف حضراتكم حاجة غير ان انتم تنظروا لهذا المطلب وتقولوا لنادي الاهلي اللي بيمثل مصر بعد كده او لعبته ستمثل مصر بعد كده في كاس الأمم الأفريقية وبعض اللاعبين الاخرين حيزهبوا لبعض المنتخبات تمنى ان يتم الاستجابة لهذا الطلب عشان حتى نشوف مباراة حلوة تليق باسم مصر وباسم الفريقين اللي حيلعبوا في هذه المباراة كابتن هاني خلينا نروح بقى للمباراة بكرة زي ما تكلمنا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا هي مباراة صعبة مباراة قوية ولكن في النهاية ان شاء الله يستطيع ان الاهلي ان يفوز في هذه المباراة هو الجانب الاعظم فيه هو السرعة واليقع البدنية فالجانب الفني ان شاء الله يعود ان شاء الله عملية اجهاد اللعيبة الموجودة بإذن الله لطريقة اللعبة ان شاء الله تكون مناسبة للمباراة ونعمل مباراة جيدة لان ده ان شاء الله زي ما بقولك حيتبني عليها حاجات كتير يعني تاريخ كبير وان شاء الله يكون دفع كمان للسوبر المصري في الامارات ان شاء الله يا رب ان شاء الله عموما خلونا نطلع نشوف هذا التقرير الاهلي في تحدي جديد امام اوراوى الياباني بحثا عن البرونزية